بسم الله الرحمن الرحيم أحر التعازي لمقاتل عراقي بطل وأحد ضباط وزارة الداخلية الأبطال وأعني سيادة العميد الحقوقي مقداد ميري الموسوي حيث نشاطره الحزن برحيل الحاجة أم ناظم عقيلة المرحوم محمد آل خلف آل عويد الزجراوي وأم والدة السيادة العميد مقداد ميري فتعازينا الحار له ولآل الزجراوي وكذلك لآل السادة الموسوي الكرام وإنا لله وإنا إليه راجعون كما أننا أيها الأخوة المواطنون نشاطر الحزن ونقدم أحر التعازي لشخصية كردية وطنية معروفة هو الأستاذ نوزاد هادي محافظ أربيل الأسبق والذي كان له الدور الكبير في إعمارها وتطويرها ومنه مطارها الكبير مطار أربيل نعزيه ونعزي السيد بارزان هادي مدير الأسايش في أربيل والمحامي سنجر هادي بوفاة شقيقتهم رحمه الله وأسكنها فسيح الجنان وإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأخوة المواطنون واليوم اسمحوا لي صوتكم وأبنكم وخادمكم أنور الحمدان أن أتوجه برسالة للأخ السيد رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيعة السوداني المحترم وهذه الرسالة هي رسالة عراقي إلى عراقي وإلى أخوه من مواطن إلى من يرأس الآن مجلس الوزراء وهو القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة في العراق هو رئيس مجلس الشباب والرياضة في العراق هذه المهمات توجب علي أن أتوجه برسالة لا هي رسالة عطف ولا هي رسالة رجاء ولا هي رسالة استعطاف وإنما هي رسالة مواطن عراقي صادق ومستشار مجاني لمن يتحمل المسؤولية في قيادة العراق حاليا صار موضوعين للأسف الشديد صاروا الموضوع الأول هو اعتقال رسام وخطاط ومصمم شاب من البصر الفيحاء وأعني حيدر صباح الماجدي يعني تم اعتقال حيدر لتهمة أقامتها نائبة عالي أنصيف عالي أنصيف شلها علاقة بالأمن الوطني يأتيون يعتقلوا يشيلوه من بيته أخي رئيس مجلس الوزراء وحيدر صباح لا هو إرهابي لا هو فاسد يعني لماذا الشيلة هو قابل ضرب أربيل بالصواريخ يا أخويا قابل هو سلم الموصل وثلثي العراق الداعش لا والله يا أخويا قابل هو أخذ المليارات وانهزم وسأوه لا والله يا أخويا مواطن بسيط بصراوي شاب كل تهمتها أنه يرسم يعني صار الرسم جريمة أخي رئيس مجلس الوزراء أنا ناصح أمين إلك والله والله مو حلوة بحكم مقامك أخي رئيس مجلس الوزراء والله أن يصير هكذا أمر بوجودك أنت أخي السوداني أنت السوداني نعتبرك غير الباقين أنت ما ابن الداخل ما جيتنا تشنة برة وتقول والله أنا جيتكم ويا الأشقر الأمريكي والأحمر البريطاني والأصفر الإيراني لا يا عم أنت جيتنا عراقي أنت ابن العمارة يا أخوي أنت بالعمارة وجهك لا مصفر ولا محبر ولا مدري شلون وجهك عراقي ابنها التربة وابنها القاع يعني ما مو حلوة أخي رئيس مجلس الوزراء مو حلوة أن يعتقل رسام بعهدك والله ما يصير والأمن الوطني شيلوا من بيتها والله ما مقبولة أنا إليك ناصح أمين لأنني أريدك تنجح لأنه هذه تقلل من قيمة رئيس مجلس الوزراء بالعراق اللي هو محمد الشيعة السودان لو غيرك ترى نتوقعها منه لكن شاب عراقي كل تهمته والله صمم تقصد فلان تقصد فلتان ما يتقصده ورسام شكوا بهذا هما هما الرسامين هما بالعالم كلهم والشكل يعني نظرتهم إلى الأمام نظرتهم انتقادية نظرتهم يعني بيها وجهات نظر فليش يا أخي أرجوك أن تسرع بإطلاق صراحة لحفظ هيبة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وهذاك اليوم ترى مؤتمر صار جامعة بالبصرة كرم لأنه صمم شعار هذا المؤتمر بتصميم جميل وأنيق وأريد جيب بالله بالضبط إذا ألقي لكم الاسم ما لقيته هذا بالبصرة هذاك اليوم يوم 10-11 كرم لأنه صمم المؤتمر الدولي السابع ما هي الجامعة ما كلية العلوم الإخدارية والاقتصادية بالبصرة وصمم شعب بدل ما ندعمه يفترض رئيس مجلس الوزراء يدز عليه يقول نرسم ما ندعمك نعم أنت هو شعب بعده يا أخي رئيس مجلس الوزراء عنده وجهات نظر عنده البعض راضي البعض ما راضي عن أداءك أو أداء غيرك يعني كلهم نسجنهم مش طلعها سجن كلهم نسجنهم أخي رئيس مجلس الوزراء مو كلهم نسجنهم لا والله أخي رئيس مجلس الوزراء نحن لازم نتعامل برؤية ثانية ومختلفة ولهذا أنا ممكن أحكي بكلام غيري يدعي أنه يخاف يحكي والله يكذبون اللي يدعون أنهم يخافون كلمة الحق ما تخليك تخاف تخليك جريء على قولها يعني واحد مثل الدكتور محمد نعنى دكتور محمد نعنى محلل سياسي كاتب صحفي يطلع بالقنوات الفضائية هاجم الأخ رئيس مجلس الوزراء بالكلام بالكلام تقدر أخي رئيس مجلس الوزراء بدل ما داز قوة أمنية ومعتقلية وإلى الآن ما يعرفون أهل أين حاطين والله يفترض أخي رئيس مجلس الوزراء تقول له تعالى أخي نقعدان لك مناظرة بالعراقية شو دي حشوان حشي يمود يسووها بالعالم وياه الديمقراطيخ وما تشيلوه ودكتور وتعب على نفسه ورجل عراقهم شاب ومحلل سياسي محترم والله يمعيبة أخي رئيس مجلس الوزراء إن هاي سوالف هاي سوالف قبل عشر سنين رجع لي شنة متوقعها من المنصير بس ما صرر من السوداني الآن بالـ 2024 ما صرر من السوداني فأرجوك أن تسرع بإطلاق صراح دكتور محمد نعناع لأنه الرجل حبر عن وجهة نظر لا أكثر ولا أقل لا شاي القاذفة ولا شاي الصاروخ وضرب أربيل ولا ضرب عين الأسد حتشك يا صراحة ولا استهدف القوات الأمنية وحيدر صباح الماجد أيضا ما استهدف القوات الأمنية دولة رعاهم رعاهم كون بروح أبوية لا تكون مثل ما يريدك بعض المستشارين تسلط يلا يلا عليهم 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 وش حصنا من عليهم أخي رئيس مجلس المزارات ش حصنا لا والله عم استوعبهم وفهمهم دولة الشباب وانت الآن مسوي مجلس مجلس الأعلى للشباب وانت جايت الرئيس أخي السوداني ما يصير هذه الرسائل اللي أتمنى حقيقة أن توصل للسيد السوداني مع كل الاحترام والتقدير وأني من أحتي الشكل لأنني أريد أن ينجح أنا مو متقصد ولا عندي هدف بس ممكن واحد يقول لي يقول له ما تدافع عن نفسك أدافع عن نفسك أنا أنا محكوم ما أريد لا أحد يشيل عليه الأحكام حاكمين عشر سنين لأن حتشيت على المالك وعلى حنان الفتلة وعلى مشعان جبوري وعلى مقدس سووهن عشرين سنة سويتوا حجزة من لك من قوله وغير ما نقول شيلوهن السفن بما حملت يا أمي بس طلعوا ننصف الأبرياء الجواني برا بس الجو أنصفوهم صفوهم حتى البلد يستقر وحتى ما نبقى بهذه الروحية الانتقامية اللي دفعنا ثمن لورا حقيقة أنا شفت ردود الفعل الكبيرة بعد الاستهداف العدواني على مدينة أربيل الآمنة واللي راح ضحيتها عدد من الشهداء منهم رجل أعمال يعني كردي معروف بالعالم ومحترم وطفلة بنت صغيرة يعني طفلة وللأسف هذا الأمر اللي كان بالعدوان بالصواريخ بنجار الدولة الإسلامية جمهورية إيران الإسلامية هذا ليس الإسلام يا أختي والله يا عم الإسلام إحنا مسلمين وإنتم مسلمين يعني هاي كافي اللي صار بنا كافي خلنفتح صفحة جديدة يعني ردود الفعل ازدادت وبدت دعوات للمقاطعة المنتجات الإيرانية غرفة تجارة إيران توجه الدعوة تطالب يعني التجار وغرفة تجارة أربيل إنهما تتجه إلى مقاطعة البضائع الإيرانية لأن هذا يضرب التجار الإيرانيين وبالصناعة الإيرانية يا أخي إذا تضرب صناعتكم ما تحشونوا يا دولتكم ويا نظامكم هذا عش تقصفوا الأبرياء حقيقة حسبنا الله ونعم الوكيل طبعا تظاهرات كبرى عمت مدن كردستان يوم أمس من الدهوك إلى زاخو إلى عدد من مدن الإقليم منددة بهذا العدوان وخرج الآلاف من أهلنا وشعبنا في إقليم كردستان مددين بهذا العدوان ماذا بعد هذا العدوان كيف يمكن أن نبدأ صفحة جديدة بها احترام للسيادة العراقية لأمن دول الجوار الدكتورة ميادة النجار عضو البرلمان السابق في إقليم كردستان وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيدين أن نلتقيش من أربيل وحياة الله فضلي الدكتورة يا مرحبا بجنامج حياك الله تحية لحضرتك ولمشاهدي الكرام الله يسلم دكتورة يعني صراحة ليش يعني هالتعدل مستمر يعني خلينا نكون صادقين الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب عريق في أحزاب الشرق الأوسط ليس العراق فقط يعني لما نتحدث من عام 46 نتحدث أيضا أنه العلاقات ممتدة مع الجغرافية السياسية في إيران كان يتواجد في إيران كانت العلاقات في إيران حتى بالثمانينيات يعني شنو نخرب العلاقة بينكم وبين نظام إيراني ما شو تسويه مجددا تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الكرام طبيعي قصف أربيل بالباليستيات على منطقة سكنية على منزل رجل أعمال بيشغو ديزي واستهدفت هذا المنزل من قبل الجارة الدولة الإسلامية جمهورية الإسلامية وهناك أسباب عديدة السبب الحقيقي ليس هو وكر موساد أو مقار لإسرائيليين أو للصهاينة لا هم إيرانيين يعرفون أكثر مني ومن حضرتك لا يوجد مقار موساد في داخل إقليم كردستان والله يا أخي لو كان هناك مقار موساد في إقليم كردستان لما تجرأت إيران على قصف إقليم كردستان نقترى السطر دائما تكرروها دائما الحزب الديمقراطي الكردستاني يكررها إنه لو عدنا مقار للموساد شان ما قصفتونه شتري تقولون يعني هاي الجبلة إيراني رديف شنو معناها أستاذ أنور أستاذ أنور هو المسافة المسافة بين الجمهورية الإسلامية وبين إسرائيل ألفين كيلومتر لا أكو حاجة بينها تمولها وصواريخ وباليستيات وهس زمن الطيارات المسيرة يعني إيران بكل سهولة تستطيع قصف إسرائيل ولكن لم تتجرأ وأيضا إيران تستطيع عن طريق قروبات الميليشياوية التابعة لها في سوريا وفي لبنان أن تقصف إسرائيل لماذا تقصف إقليم كردستان فرضا فرضا أنا أجوية حضرتك أقول هناك شخص صديق لإسرائيل هل إيران المصلح الاجتماعي تقصف من يتكلم مع الإسرائيل ولماذا لا تقصف الدول المطبعة مع إيران مع إسرائيل وين موقف إيران من دول المطبعة الدول العربية الدول الإسلامية الذي ذهبوا إلى تطبيع مع إسرائيل لماذا لم تقصفهم ولكن أقول لحضرتك وبكل صراحة نتكلم خلي المشاهدين الكرام يعرفون وراء قصف إيران لكردستان الآمنة والمستقرة أمنيا سياسيا اقتصاديا هناك أسباب عديدة أولا السبب الرئيسي والأهم هو إقليم كردستان ستمنع لإمتداد نفوث الجمهورية الإسلامية وزعيم بارزاني هو جبل التصدي يعني هناك إملاءات تصدر من جمهورية الإسلامية إلى بعض الأطراف نحن كحزب الديمقراط الكردستاني لا نقبل هذه الإملاءات ولا نركع ولا نخاف من الباليستيات نحن نموت شهداء نسقط نسقط شهداء ولكن لا نركع ولا نقبل بالإملاءات نحن خريجي مدرسة بارزاني دكتور خلي أقول لكي صدق أقول لكي صدق نعم نفس الحكومة أو أطراف الآن بالحكومة قبل سنوات كانت تقول سليمانيا هي مقر للموساد فجأة نتغير مقر الموساد إلى صار أربين وهي بالحالتين أنا أقول دعاية كاذبة التي تدعيها الدعاءة كاذبة لكن أنا أريد أقول حقيقة أكيد دعاءة كاذبة أنا أريد أسأل وأريد أقول حقيقة إيران نظام الإيراني لا قصد إسرائيل ولا قصد الموسى النظام الإيراني قصد العائلة البارزانية هذا السؤال الذي يفهم كل عقل ما يفهم العائلة البارزانية بحيث يريد يستهدفها بصراحة يريد يريد يوصل قناعة أن الشعب الكردي هذا بسبب العائلة البارزانية العائلة البارزانية ما نسوي لهم بحيث أنتم هل قدمة الدمرين هل هذه يعني انتقام من الاستفتاء القديم أكونية استفتاء جديد أكون دعم من عدكم للكرد في شمال إيران يعني أكو سبب استهداف للعائلة البارزانية لا أكثر ولا أقل لأن سليمانيا ما يموم شي أستاذ أنور أستاذ أنور الاستهداف للعائلة البارزانية لأن البارزانيين لا يقبلون الإملاءات من أي طرف نحن كرد لا أمريكيين ولا إيرانيين نحن كرد كردستانيين هنا ندافع عن شعبنا ولا نقبل بالإملاءات من أي طرف نعم نحن كأقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان من عام 1991 كنا ولازلنا سببا لأمن واستقرار المنطقة ونحن نحترم الدولة جارة وعدهم مصالح وأيضا نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة أقليم كردستان لدينا مصالح يجب على الطرفين الحفاظ على واحترام على مصالح الطرفين نحن كأقليم كردستان لا نقبل ولا لا نقبل ولا نقبل أن نكون جزءا في خرق أمن القوم الإيران نقطة راسطة أحنا ما نقبل نكون سبب نكون الجانب السلبي للدولة الجارة فنحن كأقليم كردستان لدينا قضية وأحنا أصحاب قضية إيران تريد تعرينا من قضيتنا وليعلم حضرتك الملفات العالقة بين بغداد وأربيل سببها ليس السياسيين العراقيين لا سببها إيران جمهورية الإسلامية لا تريد حل الملفات بين الطرفين ملف الموازنة ملف الرواتب خلينا يكون صريحين كل الشعب خليه يعفون شنو برنامج شنو برنامج العراق شنو برنامج دولة جارة فهناك بعض من السياسيين وقادة السياسيين في بغداد يقبلون ويعملون بالإملاءات الدولة الجارة فالدولة الجارة كل يوم تخرق سيادة العراق والحد الآن ولا يزال بعض من السياسيين يأتون بمبررات لقصف إقليم كردستان لقصف أربيل واستشهاد طفلة صغيرة فراشة الجنة لم تبلغ عمرها سنة واحدة وسيد شهيد بيشرو ديزي هو رجل أعمال ترك بصمة رجل اقتصاد ورجل أعمال ترك بصمة جميلة في إعمار أربيل وأقليم كردستان وإزدهار أربيل فلماذا كل فترة إيران تقصف منزل لرجل أعمال هل رجال الأعمال لأنهم نهضوا بالبلد ونهضت إقليم كردستان وإزدهار وإعمار إقليم كردستان أصبحت قلقا لدول التي لم تقدم شيئا لشعبهم ولم يقدموا حياة رفاهية ولا يقدموا أمن واستقرار فإيران منذ السنوات معاقبة لحد الآن فأسوأ حياة الشعب الإيراني يعيشها فنحن كأقليم كردستان لحد هذه اللحظة ملتزمين بالاتفاقية بين إيران وبغداد وطبقنا النقاط والشروع وحتى هناك مفوضية مفوضية بين الطرفين بين دولتين العراق وجمهورية الإسلامية قبل يومين هذه المفوضية اجتمعوا والدولة الجارة لم تعطي اسم ولم تبلغ الجهة العراقية على قصف منزل سيد شهيد بيش رودزي والآن هم أمام نعم دكتور حتى تكون واضح وياك وحنا بحوار صريح جدا بستوديو التاسعة تحدثت بعض التقارير السياسية بأنه النظام الإيراني طلب مرتين أن الرئيس مسعود بارزاني يأتي إلى طهران وكذلك يجه الدعوة إلى الرئيس نيجيرمان بارزاني أن يأتي إلى طهران لتوقيع اتفاقية ذات بعد أمني مع أعطاء بعض الصلاحيات الأمنية للحرس الثوري الإيراني في أربيل وأنتم رفضت وهذا سبب المشكلة ما صحة ما يقع بهذه التقارير أنا أيضا سمعت هذا التقرير وقرأت هذا التقرير في سوشيال ميديا مثل ما حضرتك شفته فالقرار يعود إلى زعيم مسعود بارزاني ونحن نعرف والجميع تعرف صاحب السياسة الحكيمة فأي خطوة يخطوها السيد مسعود بارزاني هو الخطوة الأصح ولا يقبل ولا يرزخ لضغوط أي جهة من الجهاد وأي دولة من الدولة هذا الطلب الإيراني إن تم سيعرض الإقليم كله ويعرض العراق كله والمنطقة كله للخطر لأن هذا سيستفز تركيا يستفز أبريكا يستفز دول أخرى نحن مصالحنا أنه نكون فهو موقف الرئيس البارزاني إن صدقت هذه التقارير هو حق أنه أنا لا أستطيع أن أدخل نفسي بأزمة دولية لأن هذا سيصير هدف للكل ستعود لانفجارات ستعود للاستهدافات من كل أطرف لكن ألا يفترض للحكومة الاتحادية يكون إلى موقف أنا مثلاً مستغرب سجليها علي علاقتكم ممتازة جداً بالأخ السوداني بأن وصل الحال قناة روداو عندها برنامج تلفزيوني الدز على رئيس وزراء العراق تجيبها قبل شهرين إلى أربين وسجلوا برنامج ساعتين ونص وتحط طلبة قدامها ويجاوبهم سيارة مرسمية سيارة خاصة حتى يحضر برنامج يعني معقولة رئيس وزراء نعم ما يكلف نفسه الأخ السوداني يروح يزور عائلة الشهيد بشرا ويدزعي أو يقدم له التعازي معقولة بس السيد قاسم العراجي أنا والله كمواطن يعني يعني إش عجب هاي ما تثار يعني يا بي جماعة أنتوا شو لا تجونا لا تعزونا لا تسألون علينا ولا واحد ما شفنا بس سيد قاسم العراجي يا ليش ليش يقولك أنه يقولك نحن ما ندخل نفسنا ما ندخل والله حتى أصدقائكم السياسين ما أجوا العرب شعجب والله شيء بثير للتباه ولا عزوكم تقريبا حتى بعض الأطراف لم يصدروا بيان لا زيارة حتى بيان لم ينزلوا بيان بهذا الحجم بهذا الوضع بهذا الملف العويس وراح استشهد ضحايا مواطن مدني وعائلة عائلة سعيدة شعجب دكتورة شعجب دكتورة شو المشكلة والله عزيزي أستاذ أنور جماعة يمكن خايفين يمكن ما يريدون يدخلون نفسهم في استجواب من طرف الدولة الجارة فهناك حضرتك قاطعتني هناك تغيير في النظام الدولي الذي قامت بها أمريكا فنحن كعراق وين دورنا وين تواجدنا في تغيير هذا النظام وخاصة الآن الشرق الأوسط أصبحت بارود بحاجة إلى طلقة طلقة واحدة لتنفجر فنحن كعراق نحن كعراق يجب علينا أن ندرس وضعنا فأمريكا لما غيرت النظام الدولي ولا اجتمعت مع الدول الأخرى كالصين وروسيا والدول القوية الأخرى لوضع لمسات الجديدة فنحن كعراق خلينا اختار يا إما نذهب مع الدولة الجارة يا إما أن نذهب مع الغرب أنا لا أقول مع أمريكان نحن الكرد لدينا مصالح والعراق لديهم مصالح بلد يعني بلد الحضارات احنا ليش نقبل بالإملاءات ليش نقبل بالإملاءات ليش ننطي مبررات على قصف عدواني على جزء من العراق إذا أنتوا تعتبرون جزء من العراق لماذا تقبلون بهذا القصف بهذا العدوان من قبل الدولة الجارة فماذا ذنب العائلة ماذا ذنب الكرد لماذا لا تصح تصح ضمائركم طبعا بعضهم ولحد الآن نحن نفمن دور دولة رئيس الوزراء سيد محمد شيع السوداني قد من خلال وزارة الخارجية رفعوا دعوة إلى مجلس الأمن ونحن نطالب مجلس الأمن وندعو ونتمنى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا يكتفون بالبيانات ترى البيانات أنا يعني شا سوي بالبيانات شا سوي بالبيانات لازم رضع قوي لدولة الجارة حتى تريد الحل الصحيح تريد الحل الصحيح هذا سليح شيء بصراحة كلامنا قد يرضي البعض أو لا يرضي نعم لا أول شيء الدعوة قدمت لأن وزير خارجية كردي هيا من بين وإلى وزير خارجية كردي كما قدمت والصح أنه الكرد يتوجهون إلى تفعيل نفس مواد قرار مجلس الأمن الذي يفرض حضر طيران فوق يعني الخط 36 ونقولهم عمي احنا أي واحد يجي يستخدم مسيرة يستخدم أي شيء يعتبر إعلان حرب ومن واجب مجلس الأمن ومتحدة أن تحمي الشهاد هذا الحل الصحيح هل يلقى قبول خرق دستوري خرق دولة خرق سيادة دولة لا الآن جاي يتعاملون وياكم شوفوا أنت بالتعامل بالتعامل الجاي يصير ويا الكرد أنه أنتوا دولة من شيء خصكم من شيء خصكم يقول لكم نحن ما لدينا علاقة من شيء خصهم يقول لكم لا أنتوا دولة أحكيتش صدق والله نحكي إحنا إحنا ثلاثنا عراقين بس نحكي الواقع الحكومة الاتحادية أو الأطراف السياسية تعاملوا وياكم إذا طالبتوا شيء يقول لكم هاي أنتوا إيران إذا دولة تريد منكم تقول لكم أنتوا جزء من عندي لازم توفون فإذن أنتوا لازم تتحركون قانونيا تعالوا إحنا أجواءنا الأمم المتحدة لأن التحرك الإقليمي يعني أو التحرك الإقليمي يبدو لي الراد لتفعيل تقييمتش للتحرك هذا يعني دزينا الرسالة ريد مجلس صحيح أتفق 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 ويا حضرتك بجلس الأمن لا نقبل ولا بالبيانات يجب التدخل بأسرع وقت وطبعا يعني مثلا أطراف كثيرة من العراق أطراف يخدمون مصالح إيرانية ولا يخدمون المصالح العراقية ولماذا الدولة جارة جمهورية الإسلامية لا تنظر في مصالح العراقي لماذا لا تنظر إلى سيادة العراق كدولة ولها سيادة لماذا تخرق سيادة العراق والآن وصلوا إلى مرحلة لجأوا إلى فوتوشوب جايبين صور شهيد بيش رودزي ومخليين ويا واحد إسرائيلي وينشروها يقولون هذا الرجل كان من الموساد وكان بيته مقر للموساد ترى هذا بيت عائلي المزرعة كان بيت عائلي يسكنها عائلة الشهيد فحتى لجأوا إلى تشويه سمعة الرجل بعد استشهاده تشويه سمعة واسم عائلتهم فيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي وبالفوتوشوب نعم نعم دكتورة مسخلي كن واضحين منزل شهيد بيش رو لو نحسب المسافة هو أقرب شي إلى شنو أقرب شي إلى هو طريق مصيف خريب من مزرعة شيخ باس قبل فترة قصفه المزرعة يعني مقر الرئيس البارزان يعني هما هاي رسالة رئيس البارزان طبعا لوصلنا أنا أترى أن أصل لك بالضبط نعم بالضبط لكن الغريبة الدكتورة أنه المطالبة بمقاطعة منتجات الإيرانية أنت شوفها مجدية أكوبادي لا والله مو مجدية يعني 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 شنو يعني أقاطع منتجات إيرانية لازم يكون هناك قرار صارم وردع قوي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي فهذا نحن نريده إيران كل يوم تقصف منزل عائلي ومنطقة سكنية بحجة وجود مقارات صهيونية هذا يعني يجب أن يكون هناك ردع قوي وهذا ردع أكيد مو من الدولة العراقية ولا من يعني لا يستطيعون ردع إيران من التدخل فإيران لا أدري إيران أصبح مصلح اجتماعي اللي يغلط هو يعاقبها يعني دفتهم له يعني السيادة العراقية لا وجودة لها أمام الدولة الجارة فيجب على العراقيين التفكير بعمق لماذا هذا التعدي على حقوق المواطنين في إقليم كردستان جميع الملفات العالقة بين الطرفين لم تحل أي ملف من الملفات وهذه أيضا بضغوطات من الدولة الجارة هل يعقل موظف في إقليم كردستان وإقليم كردستان جزء من العراق رئيس وزراء دولة رئيس الوزراء هو مسؤول عن دفع رواتبهم زين في يدفع رواتب جزء من العراقيين ولا يدفع رواتب ومعاشات موظفي إقليم كردستان بحجج واهية هناك فضائيين هناك يعني هذه الكلام لا تغير في الخارطة السياسية شيئا فيجب على دولة رئيس الوزراء ينظر إلى العراقيين بعين واحدة نحن كإقليم كردستان جزء من العراق فيجب على دولة رئيس الوزراء حلحلت الملفات بين الطرفين العالقة لحد الآن حتى إيقاف تصدير النفط جاءت بسبب الدولة الجارة حتى عدم تشريع قانون نفط والغاس بسبب الدولة الجارة فهناك عدة ملفات بين الطرفين لم تحل نحن كإقليم كردستان نريد حلحلت هذه الملفات عن طريق الدستور لا نطالب أكثر من حقوق شعبنا في إطار القانون وفي إطار الدستور هذا كل ما كل اجتماعات قيادة حزب الديموقراطي الكردستاني ودولة رئيس الوزراء سيد مصرور بارزاني جميع هذه الاجتماعات الحديث فيها على كيفية حلحلت الملفات في إطار قانونية ودستورية تمام دكتورة أكو أسئلة يعني نريد هميا نستفسر من خلال ردود الفعل برلمانيا لم نرى شيء من كتلة الحزب الديموقراطي كردستاني على مستوى البرلمان العراقي ولم نرى أي موقف للبرلمان العراقي عجب لأنه عنده عطلة لما معني بالموضوع عندهم عطلة وأيضا بعضهم ليس جميعهم بعضهم غير معنيين ولهم بيانات وشمتانين بالإقليم أسف ويبررون للجمهورية الإسلامية للأسف بهذا الفعل العدواني للأسف سؤال آخر دكتورة يعني إحنا يعني من يوصل صاروخ بالستي أرض أرض من إيران إلى العراق طيب إحنا سؤالنا هذا شي غريب يعني لا توجد منظومات دفاع جوي لا توجد مثلا حتى رادارات للرصد غارة هذا التنويه يعني شوكوش ماكوش عجب يعني شو السماء والطارق يعني حتى بالعراق ماكو أستاذ أنور شعجب حتى بالعراق ماكو حتى بالوسط والجنوب ماكو شعجب والله هناك ألو أسمعش دكتور تسمعني أستاذ أنور نعم دكتور أسمعش طبعا حتى في الوسط والجنوب ما عندنا لا رادارات ولا اللي تردع الصواريخ والباليستيات يعني هناك يعني أشوف فشل في النظام الدفاع العراقي فنحن جزء من النظام العراقي إذا حتى المساعدات التي كانت تأتى من المجتمع الدولي أثناء حرب داعش كنا نأخذ حصة ضئيلة جدا من خلال الحكومة الاتحادية فكل منظومة الدفاع يعني تابعة للسيادية تابعة للحكومة الاتحادية فمع الأسف حتى العراق ليس لديها منظومة دفاع رصينة وقوية يردع الصواريخ طيب لو افترضنا أحد الدول لنقل فرنسا أو ألمانيا تبرعت للإقليم بمنظومات دفاع راح يصبح مشكلة والله هذا هو مطلب إقليم كردستان لأن احنا دولنا الموضوع صار تدويل ودولي والتدخل دولي وحتى في دافوس في مؤتمر دافوس دولة رئيس الوزراء سيد مسرور بارزاني تحدث في هذا الموضوع وأيضا وزير وزير خارجية الأمريكية والمختصين الموجودين في دافوس اجتمعوا مع دولة رئيس الوزراء أكيد سيكون لهم قرار وفرنسا وألمانيا وكثير من الدول الأوروبية أيدوا دعمهم لإقليم كردستان ومساندة لإقليم كردستان لأن إقليم كردستان مثل ما قلت لحضرتك كان سببا ولا يزال سببا رئيسيا في استقرار أمن المنطقة تمام لو افترضنا الآن يعني البعض يعني يعول على استمرار الانقسام السياسي حتى يكون صادق وياش يعول على استمرار الانقسام السياسي بين سليمانيا واربيل تعتقدين هذا الطرف الذي يعول على ذلك عنده فرص نجاح لو اتفق الشعب الكردي على أنه يوئد أي فتنة ما أتصور تنجح هذه الفكرة حتى لو نجحوا في تأسيس إقليم من سليمانيا فرح يفشلون لأنهم بعيدين عن المنظومة الدولية وقريبين من الدولة الجارة فالنظام الجديد لا يرحم النظام الجديد سيقف لهم لبالمرصات مثل ما قلت لحضرتك نحن عدنا مصالح وندافع ونحافظ على مصالحنا نريد الدولة الجارة أيضا مثل ما لديها مصالح وتدافع عن مصالحها يجب عليها احترام مصالحنا وتأييد مصالحنا نحن كإقليم كردستان جميع الشروط وجميع البيانات التي اتفقوا بين الطرفين بغداد وإيران نحن التزمنا بالاتفاقية بين الطرفين الذي وقع في آذار العام الماضي لماذا يخرقون سيادة العراق ويقصفون أقليم كردستان فلا نعرف ما هو بحوزتهم وما في جعبتهم أقصد في الأيام القادمة نعم دكتورة يعني حقيقة لما نتحدث ويأجل نتحدث مع شخصية برلمانية ونسائية يعني شكرا متمرسة وخاصة أنت أيضا درست القانون أنت شايفت الآن يعني الوضع القانوني والدستوري بالعراقي يرضي القانون يرضي المشرعين لو شايفت منوضع ما أدري إلا وصف قانوني هل إحنا دولة دستورية هل إحنا دولة يعني مثلا رئيس برلمان برلمان معطل وعايف رئيسه قوانين مؤجلة قانون نفط غاز قانون العفو العام وغيرها مؤجلة والبرلمانيين ما مهتمين العراقي يقصاف من أي طرف بكيفة وما ندري يعني شنو وصفنا القانوني حقيقة قدام العالم هل إحنا دولة مستقرة دولة فوضى دولة شنو بصراحة مع الأسف نحن لا دولة ولا دولة جمهورية ولا فدرالية ولا نحترم الدستور ولا نحترم القانون أي مواطن أجنبي أي مواطن أجنبي يدخل إلى بغداد عندما يرى شرط المرور واقف والسيارات تمشي والإشارة أحمر يعرف خلال دقائق لا وجود لقانون في هذا البلد مع الأسف أقولها مع الأسف حتى المحكمة الاتحادية وقراراتها بالضبط في إقليم كردستان يعني كانت مسيسة قرارات سياسية تخدم وبسبب الدولة الجارة أرجع وأقول أيضا بسبب الدولة الجارة فلا وجودة لقانون ولا وجودة للدستور في هذا البلد ولا يحترمون الدستور ولا حقوق المواطنين نحن كإقليم كردستان وكعراق العراق جميلة بتنوعها بالكرد بالعرب لا أقول شيعة وسنة ولكن أقول عرب خلي خلي نمضي بالطائفيات يعني بال سنة وشيعة خلي نكون عراقيين عربي عراقي كردي عراقي مسيحي عراقي تركمان عراقي فيلي عراقي فالعراق جميلة بتنوعها لماذا لا نحترم حقوق جميع المكونات في هذا البلد نحن لسنا مثل دولة المكونة من مكون واحد نحن كعراق مكونين من عدة مكونات والقوميات يجب علينا احترام المكونات والألوان حتى نستطيع نخدم شعبنا ونمضي بالعراق إلى بر الأمان فإدارة الدولة يعني غير صحيحة بهذا الأسلوب تهميش جزء كبير القومية الثانية في العراق وتهميشها وضربها ضرب الحائط والدستور فقط يأخذون المواد التي تخدم مصالحهم ويهمشون المواد والفقرات التي تخدم إقليم كردستان أو تخدم القوميات أو الأقليات الأخرى المكونات الأخرى فيا عزيزي أستاذ أنور يجب على الكل العمل العمل بصدق لوضع عراق في وضعها الصحيح لبناء دولة مؤسساتية بعيدة عن الجهات الخارجة والفصائل الخارجة عن القانون لدينا جيش لدينا شرطة لدينا 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 كثير ولكن لماذا لا نحترم إدارة وسلطة رئيس الوزراء ودولة العراقية العراق مو دولة صغيرة عراق دولة حضارة يعني يجب على الكل أن تعمل بإنقاذ العراق من هذا الوضع المتشضي لحد الآن ليس لدينا رئيس برلمان فالرئيس البرلمان من حصة السنة ومن جاءت بأكثر المقاعد هو من استحقاقها يستطيع أن يرشح شخص لإدارة ملف رئيس البرلمان فلماذا أن نعمق الخلافات بين الأطراف بين العرب وبين الكرد وبين السنة وبين الشيعة وبين السليمانية وبين أربيل نحن جميعنا يجب أن نعلم ليس لدينا سوى إقليم ودولة تابعين للعراق الاتحادية ونظام الاتحادي مختلف على النظام الجمهوري فيجب علينا احترام النظام الفيدرالي ويجب علينا احترام الدستور الذي صوتنا له هذا الدستور صوت من قبل الشعب العراقي من فاو إلى زاخر ويجب علينا احترام الدستور والقوانين نعم نحن اليوم دكتور أهمي أن نستثمر وجودة شوي يعني اليوم الثاني وعشيمي كانون الثاني تمر الذكر 78 لتأسيس أول جمهورية كردية في التاريخ المعاصر وفي جمهورية مهاباد التي رأسها الشهيد القاضي محمد وكان رئيس أركان قواتها الزعيم الخالد الملة مصطفى البارزاني رحمه الله فاليوم الذكرى 78 تمر بهذه الظروف الأليمة يعني ما تحفز داخل ميادة النجار كردية كامرأة كان دور كبير للمرأة في إقامة جمهورية مهاباد وبين هذا التحدي المستمر على أقليل كردستان طبعاً تأسيس حزب الديمقراطي الكردستاني من البداية لحت هذه اللحظة هي لماذا أسس هذا الحزب العريق الذي يقارب قرر عمر حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني هو لمصلحة الشعب والدفاع عن مصالح الشعب ونضال من أجل حقوق الشعب والحد الآن لا نفرط بدماء الشهداء ولا نركع لأي جهة من الجهاد ولا نقبل إملاءات فجمهورية الإسلامية تدري جيداً بأننا كحزب الديمقراطي الكردستاني لا نكون سبباً في خرق الأمن القومي لإيران نهائياً فهذا نعيدها ونكررها أكثر من مرة لأن نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني تأسيسنا جاءت على يد ناس مناضلين شخصيات مناضلة فزعيم ملة مصطفى البارزاني فهو القائد الأوحد والأب الروحي لنا ونحن خريجين من مدرسة البارزاني ونخطو خطاها ونكمل مسيرة قاداتنا ونحن عدنا إيمان يوم من الأيام سنخطو هذه المشاكل ونكون في الصدارة من جميع النواحي أنا أتمنى زميل المخرج لرجبنا صورة فخامة الرئيس الأخ الكبير مسعود بارزاني لأن أريد من الدكتورة ميادة النجار أنتم الآن شعب الإقليم وهو أيضا الرئيس مسعود بارزاني أبو الأمة الكردية الحالية الموجودة هو الذي نقلها ونقل همومها في 30 سنة أو 40 سنة بعد وفاة والده الملة مصطفى بارزاني رحمه الله وشقيقه الشهيد إدريس رحمه الله ماذا تقولين للرئيس مسعود بارزاني الصورة قبل أيام زميل المخرج ما هي رسالة دكتورة ميادة نيابة عن النسوة في إقليم كرجستان نيابة عن شباب الإقليم عن أطفاله عن رجاله للرئيس مسعود بارزاني ويا الدكتورة ميادة وجيب للصورة ماذاك اليوم دكتورة اسمعك طبيعي زعيم مسعود بارزاني أجيب للصورة ماذاك الأب الروحي الذي خلف والده الزعيم ملة مصطفى بارزاني وكان للمرأة دور كبير جدا في زمن ملة مصطفى بارزاني الأب الروحي وكان لديه إيمان بقدرات المرأة وأيضا زعيم مسعود بارزاني الأب عندما رأيناه على المقبرة أثناء وفاة بيش روت زي رأينا الحزن مثل ما رأينا الحزن في أمام أعين العائلة لشهيد بيش رو فهذا هو قائدنا فهذا هو زعيمنا الذي يبكي لآلامنا ولآلام الشعب هو كان يدافع أثناء داعش وشهرين خلال ثلاثة شهور لم ينزل إلى منزله ولا ينام في منزله كان ينام في السيارة ويدافع عن الشعب الكردستاني من الكرد من التركمان من جميع القوميات جميع المذهب لا يفكر بمذهب أو بقومية أو بلغة هو زعيم مسعود بارزاني هذا الشخص الحكيم وأكيد نحن ننتظر الحل من زعيم مسعود بارزاني ولا ننتظر الحل من أي جهة أخرى لأن لديه سياسة حكيمة وقائد عظيم نحتاج إلى الحل من السيد مسعود بارزاني وإن شاء الله سنرى سيد مسعود بارزاني سيفوس ويتفوق على جميع المصاعب والمتاعب الذي رأيناها كشعب كردستان تحية لزعيم مسعود بارزاني تحية قلبية يستاهل التحية وأنا دكتورة كمواطن عراقي عربي أنت من الأمة العربية لكن في نفس الوقت أفتخر وأعتبر نفسي ابن الأمة الكردية إحنا قلوبنا ومشاعرنا وإياكم معقولنا وإياكم وهمومكم وهمومنا نشعر بما مررتم به من هذا التحدي وهذا الألم وهذا الفقد اللي إحنا فقدنا أيضا يعني لصدقين أكو عراقي ابن عراقية ابن عراقي فرحان باللي صار وإياكم لا والله العراق الحقيقي المنتمي لهذه الأرض يشعر بالألم لما يشوف الطفلة الشهيدة وهي عمرها تسعة شهر لما يشوف الاستهداف لكم ولهذا نعزيكم ونشارككم لأن عزائكم عزائنا وإحنا كلنا نحي من خلالك زعيم الأمة الكردية بالعالم الرئيس مسعود بارزاني هذه الشخصية العالمية الإنسانية الإنسانية الذي والله العظيم لما يتحدث يشعر بهم كل العراقين عرب وكرد وسنة وشيعة وتركمان ومسيحين وأزيدين وصابئة حقيقة من يحجي تحسين بالطمأنينة تحسين بأنه إنسان مليان قلبة طيبة ويريد الخير للكول فإحنا مشاعرنا وي مشاعركم وإحساسكم وي حاسسكم وصدقيني أما الشامتين أما الشامتين والله ما يمثلون إلا أنفسهم المريضة فقط وكلمتش الأخيرة فضال شكرا لحضرتك ولهذا الكلام الجميل من مواطن وإعلامي ناجح مبدع مثل حضرتك وأشكر لجنابك الكلمات الحلوة بحق قليم كردستان وبحق زعيم مسعود بارزاني الذي يستحق أكثر من هذا الكلام شكرا مرة أخرى شكرا للدكتورة نياد النجار الشخصية القيادية في معدنها وفي حضورها عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الحزب العريق والبرلمانية السابقة وإن شاء الله نلتقي مجددا في الستوديو التاسعة تحياتي واحتراماتي إليش شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته